موسيقى نحن نبتدي صباحنا ميسان طبعاً مثل ما إلنا بحصتنا الموسيقية وأمسية موسيقية عشر سنوات على الرحيل عنوان الأمسية الموسيقية التي كرمت من خلال الهيئة العامة لدار الأسد للثقافة والفنون والمعهد العالي للموسيقى بالتعاون مع معهد صلحي الوادي للموسيقى العربية الموسيقية الراحلة سينثيا إيفرت يعني هالذكرى راح تكون هي عنوان فقرتنا الصباحية لليوم مع المايسترو ميساك باكبودريان قائد الفرقة السمفونية الوطنية والإعلامي ملهم صالح لنتعرف أكتر على أبرز محطات الأمسية ومحطات من حياة الراحلة سينثيا الوادي يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم يسعد صباحكم وصباح كل المشاهدين يسعد صباحكم أهلا وسهلا فيكم نحن نبتدي من عندك استاذة ملهم نحكي شوي عن الموسيقية الراحلة سينثيا خلينا نحكي شوي عن نشأتها كعازفة بيانو ببريطانيا وأهميتها أيضا الموسيقية سينثيا الوادي مواريد عام 1934 الحقيقة كان بيفصلها عن الحرب العالمية الثانية يمكن خمس أو ست سنوات بدايتها اللي عانت منها بريطانيا أيضا يعني في مدن بريطانية منها المدينة اللي هي ولدت فيها طبعا هي من مقاطعة ويلز فعاشت طفولة الحقيقة تشبه يعني طفولة اللي عاش هو أطفالنا بخلال الأزمة السورية اللي هي تداعيات هاي الحرب فتأثرت فيها كتير من الطفولة والحقيقة نتيجة أنه والدتة بتعزف بيانو توجد عزف بيانو يعني بشكل هيك شخصي بدأت هذه الطفلة تنحاز هذه الآلة إلى أنه صار عمرة عشر سنين فالتحقت بدراسة الموسيقى وإلى أن تخرجت من السانوية العامة مباشرة بتخرجها تخيلوا حصلت على منحة من الأكاديمية الملكية البريطانية للموسيقى وهي طبعا من أعرق خلينا نقول المدارس الموسيقية في العالم لتعليم الموسيقى طبعا التحقت بالأكاديمية عام 1952 إلى أنه جمع القدر عام 1954 يعني بعد سنتين بصرح الوادي الراحل صرح الوادي طبعا كلنا منعرف أنه صرح الوادي هو يعني من المؤسسين البارزين للثقافة الموسيقية الأكاديمية في سوريا أنا اللي كنت بدي أقوله أنه خلال دراستها وقبل دراستها يعني قبل ما تلتحق بالأكاديمية وقبل كانت عم تحوز على جوائز سواء بمدرستها وسواء أيضا بالأكاديمية كانت دائما عم تحرز جوائز وكعازف تبيانه ودرسة التأليف القدر مثل ما قلت جمعة بصرح الوادي عانوا من بعض المشاكل لحتى ما تزوجوا عام 1955 واجت على سوريا زارة دمشق أول مرة 1955 تنقلوا بعدين بين عدة مدن هي والأستاذ صرحي الوادي إلى أن استقرت في سوريا عام 1960 استقرار نهائي وإلى أن توفت عام 2009 يعني هي أعدت بالشام خمسين سنة خمس عقود كانت عم تعطي في يوم سنتيا الوادي لآخر يوم بحياتها فبالتالي إذن هاي المعلومات عن طفولتا يعني الحقيقة كان قبل تاريخ 1960 هاي المعلومات شوي مبهمة لكن الحمد لله قدرنا أنه يعني نغطيها بالرجوع لعدة مصادر سواء شفاهية يعني قابلنا أشخاص أو من بعض أشخاص هاصروا هذيك الفترة وحتى أن حصلت لبعض بعض التسجيلات الصوتية بصوتها كانت عم تحكي عن هذيك الفترة بعدين قدرت تأثر بهالخمسين سنة بسوريا كثير مايسترو يعني أنت كنت منطلاب لأستاذة سنتيا الوادي وقت عم نحكي عن شخص أكيد له معزة كتير كبيرة بقلبك قداش هيك فيك تحكيلنا شغلات نحن ما نعرفه عنها لهي الشخصية الموسيقية اللي عملت شي كتير مهم بالموسيقى السورية واتنحكي عن سنتيا الوادي صحيح ارتبضت دائما اسمها باسم الاستاذ صلحي الوادي الله يرحمه ولكن سنتيا الوادي هي من المؤسسين يعني واتمنقول الاستاذ صلحي الوادي أسس المعهد العربي للموسيقى فسنتيا الوادي هي كمان من مؤسسين المعهد العربي للموسيقى واتمنقول المعهد العلي للموسيقى سنتيا الوادي هي من مؤسسين المعهد العلي للموسيقى هلأ بغض النظر عن تحييزي لسينة الوادي كطالب من طلاب أو أدكن صغير وحتى بالمعهد علي الموسيقى وهي درستني في خمس سنين إضافة للمعهد العربية هناك أشخاص تركوا بصمات بواقع معين ولكن كثيراً أحياناً لا نصلح الضوء عليهم أو لا يحبون أن يكونوا تحت الضوء سينة الوادي من الأشخاص التي لم تكن تحب أن تكون تحت الإضاءة كانت تقدم هذا الشيء، تقدم التضحيات إنسانة بريطانية تركت بلدها إلى سوريا حباً بصرح الوادي وحتماً حباً بالبلد ضلت بسوريا فقدمت شيء كثير مهم سواء في المعهد صرح الوادي من خلال تدريس العزف المنفرد، العزف مع مجموعات الحجرة أنا أتذكر حتى أول ما بلشت أوركسرة الحجرة السورية وما كان في أهلات نفخ أستاذ صلحي عادة كان يكتب أدوار النفخ لقالة البيانو وهي كانت تعزفون هدول يعني هي كانت تعمل الأدوار المو موجودين أهلاتها بسوريا فبالتالي هي كانت داماً من الدعم الأساسي أستاذ صلحي بمشروعه ومشروعه ومشاريعه حتى وهي كانت حجر أساسي بكل المعاهد اللي عم نحكي عنها كان في تكامل بيناتهم تكامل كثير كبير تكامل بكل معنى الكلمة إنسانياً حتى مهنياً في تكامل يعني هو كان كثير بهم ورأي مدام سينتيا كان كثير بيسأل رأي مدام سينتيا طول الوقت بالتدريبات أو بأعماله حتى بالحفلات فكانت داماً المراقب الموجود تتم لشخصية صلحي الوادي لحتى يكون هذا العمل مدقم بكل تفاصيله هذه التشاركية يمكن مايسترو يمكن ظهرت من خلال نجاح الأعمال الموسيقية اللي تقدمت خلينا نحكي عن الأمسي اللي قدمتوها تسعين دقيقة كانت كافية حتى تظهروا شوية من الأعمال أو تكرموا العازفة والموسيقية سينتيا الوادي بأعمار مختلفة من الموسيقيين شاركتونا كمان فخلينا نحكي عن هل تخاطب الأجيال وخاصة أنه مثل ما قلنا أنه هي موسيقية كبيرة وعاشت الفترة الذهبية بخلينا نحكي مع الأستاذ صلحي الوادي الله يرحمه هل الأمسية مبارح كانت كثير خاصة خاصة بمعانية وخاصة بالأشخاص اللي كانوا موجودين فيها خاصة بمعانية لأنه مبارح كان في كثير أطفال أو في موسيقيين ما بيعرفوا لسينتيا الوادي فهي كان فرصة مهمة أنه هن يسمعوا عن سينتيا الوادي الأشخاص المشاركين كانوا عم بمثل المؤسسات يلي هي أسستهم سامت بتأسيسهم واشتغلت فيهم قدمت فيه شي كثير مهم بينما معهد صلحي الوادي للموسيقية اللي كان اسمه المعهد العربي والمعهد عالي للموسيقية إضافة لبنته بنت عفوا مدام همس الوادي وزوجة لمدام همس الوادي يلي كمان عازل في بيانو قدموا كل واحد مؤطوعة بعدين قدموا مؤطوعة أربع ايدين قدمنا مؤطوعة من أوبيرا دايدو إنياس يلي تقدمت بالخمس وتسعين لأول مرة بسوريا كانت أول أوبيرا تقدم في سوريا فقدمنا آريا لدايدو عم بتقول في ريميمبر مي تذكروني فبالتالي بصوت سوزان حداد وأنا كنت عم رافع على البيانو فكانت هاي الرسالة مزدوجة يعني سواء كأوبيرا دايدو إنياس يلي قدمت بسوريا لأول مرة ولسينة الوادي كان كتير فضل كبير ليكون هذه الأوبيرا لتكون هذه الأوبيرا موجودة إضافة للرسالة تبع ريميمبر مي بس كل الأطفال أو كل الشباب الموسيقيين المشاركين كانوا أولا بمستوى عالموسيقيين وشغالي الثاني كان في تعاطف مع الحالة تعاطف مع فكرة تكريم شخص هنين ما بيعرفوه وعم بحسوا حاله أن هنين عم بيقدموا شيء مثل امتنانا لشخص كان له دور بتأسيس المؤسسات اللي هنين درسوا فيها فهو هذا شيء كتير مهم أنا بشوفه للأجيال الشابة هلا كتير أسماء ما بيعرفوهن يجو سمعانين عنهم بالاسم سمعانين مارئ اسم معن وتيكون فيه أمسية تكريمية وتيكون فيه وثائق عم تحكين الأشخاص هدول بصير فيه قدوة للشباب لحتى يشوف أنه فيه ناس ضحيت فيه ناس تعبت فيه ناس قدمت يعني المؤسسات الموجودة حاليا سواء المعادة صلحي الوادي أو المعادة على الموسيقى هي ما ولدت هيك من السماء نزلت ونوجدت فيه ناس كتير عططة من وقتها فيه كتير ناس اشتغلت ضحيت يعني هي كلمة كتير مهمة لأنه شبابنا هلا أحيانا عم بنسنوا فيه شيء اسمه تضحية صح فيه ناس كانت عم بتقدم عم بتدرس تطوع حتى إذا بدنا نسميها كانت مآمنة بمبادئ كانت مآمنة بأهمية الرسالة اللي عم بيحكوا فيها فبالتالي هاي الرسالة لازم توصل لشبابنا وفيه ناس ضحيت لحتى يكون في عنا هالمؤسسات لازم نضحي لنحافظ عليها ولازم نقسي شيء جديد للمستقبل فبالتالي هاي الرسائل اللي مبارح كانت كتير واضحة وبتخيل وصلت لمعظم الموجودين بالقاعة طبعا هون كان في جهد كتير كبير من أستاذ ملهم يلي عن جد عمل بحث كتير مهم لأنه مدام سينتيا كونها هي عاشد بالظل ففيه كتير ناس ما حكوا عنا وكتير قليلة اللي ينحكي عنا وكتير قليلة اللي ينكتب عنا فبالتالي لنلاقي الوصائق هاي اللي يلاقيون أستاذ ملهم ولي يقدمون بالشكل اللي يتقدمه مبارح ولا تصير وثيقة للتاريخ هاي هذا جهزة كتير كبير كمان يعني كل عافية يعني أستاذ ملهم الوقت عم يحكي المايسترو عم يحكي فعلا عن شخص ترك أثر كتير مهم ما فينا ننسى أنه هاي المؤسسات من دون أشخاص معينين ما كانت صارت المعهد العربي معهد العالي الموسيقى وصولا للفرقة السيمفونية الوطنية اليوم الأثر اللي هي تركيته مدام سينتيا شو هو الأثر المميز فينا نقول عنه طيب يعني نحن مشام ما نروح كتير باتجاه العاطفي وإذا بنا نحكي بعائل بارد يعني إذا بنا نفكر فعلا ورق أو ألم وآله حاسبي مثل ما بيقولوا عمليين اليوم كما تفضل المايسترو ميساك أنه إحداث هذه المؤسسات وهذه المؤسسات لم تكن خبطة عشواء بمعنى أنها تشكل بنية أو كينونة موسيقية متكاملة يعني أنت اليوم لما تاخدي الطفل من عمره أربع سنين أو خمس سنين بتعدي موسيقيا وتربويا وبتأهلي بعدين أول ما بيأخذ بكالوريا بيكون المعهد العالي بانتظاره بعد ما بيأخذ المعهد العالي بانتظاره هناك فرصة عمل مهمة جدا مع الفرقة السيمفوني قد تكون هذه الفرصة شهريا إذن أنت تعدي جيل من الموسيقيين هذا الجيل يساهم في تطوير أول شيء تأسيس وتطوير ما يعرف بالموسيقى الجادة والموسيقى الأكاديمية الموسيقى التي لا تسعى لإثارة الغرائز بل إلى التأمل والفكر تمام؟ فمن بالتالي أنت تعرف حقيقة وجودك وتعرف حقيقة حياة من وراء هذا التأمل وهذا الفكر وكل هاتنا نحن نعرف أن الموسيقى هي أصوات تجريدية يعني كل شخص حسب حالة النفسية بيقدر يلمس مننا شيء أو بتقدر تلمسه هذه اللغة العالمية التي حريصت سنتيا الوادي وكان مشروع هذا الثنائي سنتيا الوادي وصلحي الحلو بهذا الثنائي أنا اللي بشوفه تماما هو بشابه أنا ما عمقول بس الحالة بتشابه الرحباني وفيروز كيف؟ يعني نحن ما فينا ناخد نقول فيروز بدون ما نقول الرحباني لا في تكامل بس هل الرحباني هن كلهم فيروز كمان لا ولكن الاثنين كانوا كتير مهمين ليعطونا هذا النيتاج عملوا بصمي تمام بالتالي كتير الحالة متطابقة يعني في مشروع مشترك كلنا ساهم بدوره وكل واحد من هدول الشركين بيعرف حجم الآخر وبيحترمه يعني مثلا الأستاذ صلحي كان معروف بجديته بصرامته هي كانت معروفة أن تاخد دائما الاستيعاب أكتر يعني أنا بتذكر له هلأ جملة قال قال له يا هلأ أستاذ صلحي لأستاذ ميساك أول ما فتتح المعهد العالي قال له نحن عم نعمل هلأ معهد عالي لأنه كانوا من أول دفع بدك تقدم يعني قال له طيب رح شوف خالتك سنتيا إذن هي العلاقة اللي كانوا عم يحاولوا ينشؤوها هي مانا علاقة ميكانيكية مانا علاقة آلية علاقة أسرية يعني كتير من طلابهم كانوا يسهروا عندهم مثلا وكانت السهرة عندهم سهرة ثقافية يعني أنا بسمع أنه يندر أنه صلحي الوادي أو سنتيا يشاهدوا تلفزيون يعني غالبا هني عندهم منتجهم الثقافي ببيتهم دائما في كتاب دائما في شعراء دائما في تشكيليين هذا وصلحي الوادي بفترة استلم عمادة المعهد العالي لفنون المسرحية وأيضا المعهد العالي للموسيقى إذن هذه الثقافة الشمولية التي حرص عليها سنتيا وصلحي كانت هامة لتأسيس المشروع هذا اللي عم إلك عليه لم يكن إذن تكتيكي يعني مشروعه ما كان تكتيكي كان استراتيجي يعني تخيل أنت لما يتم إحداث معهد للأطفال المعهد العربي للموسيقى 1960 أو 61 ومن ثم المعهد العالي بعد 30 سنة 1990 قداش معنات مشروعك قداش مشروعك استراتيجي بين هدول استطاعوا تأسيس موسيقى الحجرة فرق الحجرة من الأطفال نفسهم اليوم أنت بتروحي على المعهد معهد صلحي الوادي بتلاقي عنده كورالو بتلاقي عنده الفرق السيمفوني تبعه الخاصة فيه بتلاقي عنده كينونة مستقلة إذن أكيد استعزموا لهم صور من الذاكرة أيضاً للموسيقية ثنتيا الوادي تمام أنا كمان كنت بدي أقول وأتعم شبه الحالي مع الرحباني هذا الحب ميساني اللي ما بيوقف فقط عند العاطفة بل ينتقل إلى مربع الإنتاج أو مربع خليني أقول السلوك أو المشروع الرحباني أكيد عاصي وفيروز بيحبوا بعض وارتبطوا ببعض لكن الحب ما بقي فقط عاطفة آمنوا ببعض بالعمل كان أصلي أنتجوا مشروع نتيجة هذا الحب أيضاً عند سنتيا وصلحي من لاحظ هذا الموضوع بدليل أنه سلحي الوادي كتب تسع مقطوعات لليبيانو بهذه الفترة آخر الخمسينات والستينات وكان دائماً هو كتب لياهم لسنتيا لحتى تعزفهم ومقطوعات صعبة جداً أحياناً كانت تحتاج سنتيا على صعوبتها وتناقشه يعني هذا التناغم كان بيناتهم كتير رائع الحقيقة من أهم أيضاً مجازات سنتيا الوادي سنتيا الوادي عم نخصها هي أن خريجينا اليوم مفتوحة لإلهم أهم مسارح العالم ونحن ما عم نبالغ من أوائل خريجينا مثلاً الدكتور غزوان زيركلي همسة الوادي اللي عم نحكي عليها مثلاً الأستاذ ميساك وطبعاً قائمة أطول في عازفين اليوم بيعزفوا بمسارح عالمية هنا منطلابة فهذا المنجز إذن اليوم كلا ياتوا بتشوفوا فيه طبعاً الأساتذة اللي اليوم كمان موجودين هنا كانوا طلابة تحولوا الأساتذة يقولون لك كيف اشتغلت معهم على المناهج كيف علمتهم حتى التدريس فإذن كان هناك رسالة تربوية وتأسيسية أنا أعتقد أنه سنتيا الوادي وصرح الوادي كان لديهم مهمة رسولية لا ما كانوا مجرد بس مدرسين عاديين ولا عازفين عاديين بفترة ما منلاقي سنتيا لأنه العزف عزف لبيانو بده دائماً مواكبة بده تمرين يومي فبلشت تبتعد عن الليبيانو كعازفة صولو وتتجه للتدريس أكتر بعد بعد الثمانينات لأنه صار مشروعون الأكبر والأهم هو المعهد العالي صار فيه إلو تفرغ بدي أختم بفكرة أنه سنتيا الوادي شوهدت من موظفين في المعهد العالي من بدايته شوهدت بأواخر عمراء بالألفين وتسعة تأتي إلى المعهد لتدرس آخر طلابة على العكازة يعني على العكازات كانت تجي ولتعطي وكانت تقول أنه أنا بدي أخرج هذا الطالب قبل ما أتوفى أهم نقطة بسنتيا إنسانية أنا بتلمسني من جوا أنه عام 2002 كان مفصلي بحياته للأسف في حادثة يعني حزينة أو محزينة أنه استاذ صارحي الوادي كان عم يقود السيمفوني ووقع على المسرح وطبعا أنا ما بعرف إذا بيوافقني الماستر وميساك كل الفن أغلب الفنانين أو المبدعين اللي بيشتغلوا على الخشبة سواء موسيقيين مسرحيين هني عندهم أمنية إنه إذا بدهم يفارقوا الحياة يفارقوا على المسرح على شغافون يعني ساد صارحي الوادي وقع من سوق الحظ بالألفين واثنين ويعني أصيب بتقريبا شلل نصفي فهي راعته مدة خمس سنين نحنا أخذين فكرة أنه الغرب يعني باردين عاطفيا الوفاء أو ما إلى ذلك بالعكس بقيت كزوجة ورعته وخدمته وكانت تقول جملة بدم عيوني أحياناً لما بتذكرها أنه يعني يعني شو عم يعني شو عم تحكي أنت وصلحي أو ما يعني هو طول الوقت أنه تعرفي أحياناً يعني ما نو بيوعيه الكامل ما بيقدر يحكي فكانت تقوله أنا مجرد عم بسمع نفسه بشعر بسعادة توفى الصرحي الوادي فلم تتقي الحياة بعده لحقته مباشرة ودفنت في دمشق بالألفين وتسعى نعم مايسترو خلينا نحكي شوي بما أنه كمان هي من المدرسين أو المدرسات اللي أثرت فيك بعزف لبيانو شوية اللي يمكن الآلية اللي تبعتها بالتدريس هل أنت عم تتبع نفسها أثرت فيك بشكل خاص شوي بشخصيتك بطريقة تعليمك بطريقة أدائك على لبيانو هل كان فيه شغف معين تقلق من خلال كمان مواكبتك لحياة سينتيا المدرسة خلينا نحكي وخلينا نحكي كمان غير المدرسة على الصعيد الشخصي أن كان فيه علاقة غير بين التلميذ والأستاذ كان فيه علاقة أكبر من هيك بمسابة لموضوع التدريس وتفتن على المعهد العالي بالأسوة 990 كان مطلوب أنه نحن ندرس بمعهد صلحي الوادي بالمعهد العربي للموسيقى كماده درسي لنا حتى نحن نتعلم التعليم كيف يكون والشغلة الثانية حتى يكون فيه كوادر أكاديمية بالدرس بمعهد العربي للموسيقى فطبعاً كانت المشفة عليها مدام سينتيا يعني أنا كنت كل أسبوعين ثلاثة بدي أخد طلابي وروح المعهد العالي وهي تشوفهم وتعطيني برامج وتنصحني شو أشتغل وأعمل بعد ذلك الفترة كان في مشلة بموضوع المناهج وكيف نحن لازم نفكر مع الأطفال كيف لازم نتعامل معهم فهي كانت كثير شخص غريب لأنها كانت كبيرة بالعمار بس مع الأطفال كانت مثل الأطفال يعني تحكي معهم بلغة أنهم بيفهموها كانت تتعامل معهم بطريقة محببة كثير للأطفال فكان غريب بالنسبة إلي أنا عمري 18 سنة 16 سنة هاي اللغة أنا ما أستطيع أحكي فيها هي عم تقدر تحكي فيها يعني هي كانت تقدر توصل المعلومة للطفل أحسن مني اللي أنا أقرب عمرياً للطفل فهي كانت تجربة كثير مهمة اتعلم منها كيف التعامل مع الطفل كيف يختار البرامج كيف حمس الطفل يعني حتى إذا في أخطاء بالنسبة لي كان مهم أنه هو عم بينجاز هو عم بتعلم طبعاً كما منوع الخطأ بس هذا لا يعني أنه كان هدفنا الخطأ كان هدفنا أنه نعمل موسيقى الطفل اللي يتعلق بالآلة الطفل يحب بالآلة حتى بتذكر كل فترة والتانية هيك كانت إلي تعطيني النوطة أول مرة بتقالي تفضل العزيف هاي النوطة خلينا شوف شو بيطلع معك أو كيف نتعمل مع النوطة هاي ومرة وصلا كتاب من كندا عن منهاج كمان أتي تعالى نجربوا هذا نشوف هذا الكتاب كيف فهي كانت منفتحة جداً لطرق التدريس يعني كانت تربوية أنا برأيي كانت تربوية كتير مهمة نحسانة قدمت شي تربوية كتير مهم حتى بشكل المناهج اللي كانت هي تطلب منا ندرسون للطلاب هلأ علاقتنا الشخصية كانت دائماً في علاقة يعني في لحظات فوق في لحظات تحت أول شيء طبعاً بسبب أنه أنا عاشت مراهقتي بالمعهد العربي للموسيقى ومثل أي طفل يعني أنا بدي إلعاب و بدي أتسلى و ليش بدي أتمرن وهلأطع حبيتها وهلأطع ما حبيتها والأطع بدي أعزفها ما بدي أعزفها فبالنسبة لي كان في خط أحمر هون ما فيني أقول أنا ما بحب الأطع هاي ما فيني أقول هلأطع ما بدي بالمعهد العالي كنت أوعى فاختلفت العلاقة وصارت زياراتنا مختلفة حتى يعني عندما نزورها في البيت ونقاشاتنا تكون مختلفة عن ما نحكي ما تسمعني كيف نسمع كيف نشوف المقطوعات مع بعض حتى واتبلشت بقيات الأوركستر كان لدور كثير مهم بهذا الموضوع بموضوع الرؤية المختلفة للموسيقى يعني عندما كنت نعزف بيانو كانت تقدلي هون دك تتخيل الهورنات مثلا هون دك تتخيل الوتريات هون دك تتخيل الخشبيات عم بيسوه فهذا كثير أثر بفهمي للموسيقى ويترجمتي للنص الموسيقى كمان فحتما كان لدور كثير مهم إنسانيا ومهنيا ومهنيا بحياتي وقت بيكون في شخص هيك بيأثر فيك أو بيأثر بأي إنسان يعني ترك أثر ما نوعادي ترك أثر مهم مثل ما قلت تربويا على الصعيد الشخصي قداش مهم نحنا ننقل نفس هذا الأثر لأجيال القادمة إنو نحنا ما نتركون تعهين أو ما نتركون إنو الموضوع ما نوعشوائي الموسيقى ما نوعشوائية حتى تطور الموسيقى بسوريا أبدا ما نوعشوائي كيف لازم يمشي بطريق صحيحة يحافظ على الشي اللي عملوا الناس السابقين ما نخربه لقدام بصراحة هاي الفكرة بالذات هي كانت سبب إنو أول ما رجعت من إيطاليا رجعت على المعهد للتدريس أنا كان فين يكون بس قاعد الفرقة السينفونية الوطنية وعمل تدريبات الفرقة وخلاص يعني بس موضوع التدريس هي البذرة اللي زرعوا فينا إنو في معلومة لازم تنتقل في علم لازم ينتقل في اسلوب حياة لازم ينتقل للطلاب هذا كان أحد الأسواب الرئيسية بالنسبة لي حتى التدرس بالمعهد العالي والهلأ مستمر بالتدريس ودائما فيه يعني إضافة المعلومة العلمية في الجانب الآخر جانب الإنساني في جانب الخبرة الحياتية اللي عملناها فيه تفاهم للطلاب وتوجيه هون لأنها كثير مهمة خاصة بعمر الشباب يلي كثير أحيانا هنه بضيع البوصلة فبحاجة لأحد شخص يرجع البوصلة ويعطيهم الطريق الصح مهمة كثير صعبة خاصة إنو يعني بظروفنا اللي عم نعيشها فيها نحنا هلا عشنا يعني في كثير جملاء راح ومدرسين أسات زي اللي عندهم خبرة ففي جيل جديد هو اللي بده يعلم في جيل جديد من شبابه بده يكون مدرسين للمستقبل فكيف ننقل لهم رسالة هاي وكيف نخليهم نفوتوا بالعملية برسالة وبإيمان لو مين رايحين هنه نعم أكيد أستاذة ملهم كمان من خلال بحثك عن حياة سينتيا الوادي وعلاقتها المهنية وعلاقتها مع الأستاذة الصلحي هون كان كمان في مثل ما قلنا رسالة مبطنة أو خلينا نقول الواضحة مباشرة حبيت تنشروها بالأمسية الموسيقية لكل الفئات العمرية اللي كانت عم تحضر من خلال لالة بحثك اليوم عن موسيقية بيطانية إجتها وعاشتها بسوريا هاي الموسيقى اللي صنعت من أيدي سوري اليوم جذبت هاي الجنسية كمان قدي مهم اليوم فعلا نركز على الموسيقى السورية الأكاديمية ومتل ما قال المايسترو انه هي طبعا الجيل جديد اليوم بده يعلم بده يتبنى هي الرسالة وينشرة دي مهم اليوم فعلا يكون في عنا قدوة وأمثلة حية للسوريين الأكاديميين الموسيقيين حتى يقدروا فعلا أنه ينجزوا شيء ويعملوا بصمة لأنه دائما عم نحس هذا الجيل جيل ضايع بس خلاص ده يدرس وما يعمل شيء يعني نحنا بدنا اليوم نحنا بحاجة للموسيقى السورية يكون شيء إلى بصمة وتأثير مثل ما كانت من زمان ما ينطبق على الموسيقى ينطبق على كل المناحي في سوريا الحقيقة وخاصة الموضوع صار زياد مرح وضروري بعد الأزمة قبل الأزمة ربما حالة الاستقرار أيضا الإنسان ببداياته اللي هو الطفل يعني أو في الصبا دائما بده يبحث عن نموذج عن آيدل بده يلاحقه يعني بيعجبه وبيلاقي حاله فيه من هو الصغير هاي الأمثلة لأنك ترجعيه اليوم كتير مهم المحزين الحقيقة في ملف سنتيا الوادي هو أيضا هناك كان في فيلم تاني كان تحت عنوان لماذا لم يكتب عنها أحد إذا كنا نحنا أمام يعني هو نتيجة البحث بالمناسبة يعني نحنا بس مشان نحكي فكرة الأمثية كيف تمت هي كانت في فكرة أنا التقطة أنه نحنا من 2017 أنه أنا بعد سنتين بال2019 بيصير لسنتيا الوادي عشر سنين على الرحيل فأنا لازم اشتغل على هاي الأمثية من هلأ فكانت إذا هاي الأمثية مرصودة من سنتين وكان البحث ولو أنه مو بشكل يعني مباشر غير مباشر أنه معي وقت وعم نجمع المعلومات لكن المعلومات بغاية الصعوبة الصور بغاية الصعوبة لا يوجد مادة صحفية واحدة مفردة لسنتيا الوادي دائما كانت تذكر سنتيا الوادي أنه زوجة صلح الوادي وعازفت لبيانو فقط بس هاي المعلومتين طيب هي كيف؟ أم تان ولدت؟ من وين إجيت؟ ولا أبدا يعني هذا الموضوع كان معروف فتواصلت أنا مع طلابة وأثناء البحث بيّن معي يعني بيّن صار واضح كيف هي كالية الأمثية ممكن تكون فمباشرة كان فيه تواصل مع المايسترو ميساك لأنه هو من طلابة اللي واكب من الضغر لوقت ما تخرج لوقت صار كوندكتر يعني مايسترو وهو كان العلاقة بيناتهم لـ 2009 فكان إنه شو رأيك منعمل كذا فهذا اللي أنا كنت بدي أقول حتى هي الأمثية كانت تشاركية يعني كان كمان بيشرف عليها من قبل دار الأسد الثقافة والفنون الأستاذ أندريل اللي ولّى الموضوع إشراف أستاذ حسان بريمو تساعد معنا المعهد العالي بأنه عطانا طلابه والمعهد كمان صرحي الوادي إذن كان كل هذا الموضوع عمين نحت ما كان فيه شي عشوائي ولا مجاني إنه فيه مؤسسات تأسسات ساهمت فيها سنتيا الوادي لازم نروح نشوف من طلابه فأنتي لما عم تعطي هاي الفرصة لهذا الجيل اللي يجي متل ما تفضل المايسترو يشوف مؤسس من المؤسسين وعازف تبيانو وهو يشوف حاله بعدين هيك ويصير يقارن حاله فيها يعطيه دافع طبعا وأنه هو مانو مطلوب منه بس أنه يكون عازف لازم يكون عازف ماهر جدا لأنه طلابه اللي كانوا عم يت ولا زالوا عم يروحوا على مسار حالمية كيف هاي الرسالة مثل ما تفضلتي هلا فيه نقطة كتير مهمة بعازفين ليبيانو السوري مو بس عازفين ليبيانو بس إجمالا في العازفين أغلب العازفين في المشهد الثقافي الموسيقى الجادة بسوريا إنه هنه دائما مو بي مجر واحد يعني عندهم دبل مجر اللي هنا إنه عمليا بيدرسوا وبيعزفوا هذا نادر اللي تلاقيه برا يعني عرفتي لأنه التدريس أحيانا بياخدك من العزف العزف كتير بيستهلكيك فاليوم مثلا المايسترو ميساك منلاقيه ما شاء الله بالعزف منلاقيه بقيادة السينفوني منلاقيه بالتدريس منلاقيه أيضا بالعمل التطوعي هذا كله هذا كان منهاج تربوي وضعوا صلحي الوادي وسنتي الوادي وأيضا مشان ما نظلهم مجموعة من الأساتذة أيضا نعمل أنا والمايسترو ميساك مع بعض الأساتذة أيضا إن شاء الله أمسية لاحقة تكون للأساتذة المؤسسين المشهد الثقافي السوري الموسيقي الجاد من المؤسسين فيه كان صلحي الوادي وسنتي الوادي بس موهن بس في أساتذة سنأتي أكيد يعني بالخطة إن شاء الله إن شاء الله الأمسية يمكن حكيت شوي عن حياتها لكن هكا في خطة لأنه نحن ينعمل شي جدي توثيقي عن هذا الشخص يعني بعيدا عن الأمسية كتيب فيلم أي شي وقت واحد يلاقي لحظة إنه بده يرجع مرجعي يتعرف عن هذا الشخص يلاقي شي عنا طيب تماما هذا السؤال الرائع هذا اللي كان بده ياخذني على الجانب إنه كيف للإعلام اليوم إذا بنا نحكي ميساك آسف هلا عم يطلع الموضوع للمايسترو لكن كيف للإعلام أن يتوائم مع الموسيقى الجادة كيف يمكن أن يكون في خدمتها وأن يتفاعل معه ومو بس وأن تكون أيضا هذه الموسيقى في خدمة الإعلام يعني هون الموضوع تكاملي أنا اليوم إذا بدي أجي أعمل أمسية أو مجرد ذكرى أو تأبين عادي أنا ما عم سيء يعني أو ما عم أقول شي سلبي عنه لكن اليوم نحن الفكرة اللي أنت تفضلتها كان هو هذا أنه أولا أنت كشخص يجيتي سمعتي رجعناك لهذا التقص رجعناك لتفاصيل إنسانية أرسلنا رسائلنا وبثينا وجدانا لروح سنتيال وادي وأيضا أنتجنا مواد وسائقية هذا اللقاء واحد من المواد اللي أنا كنت كتير رحكون سعيد أثناء البحث لو كان هذا واحد من اللقاءات الأفلام اللي صارت عنا جمع الصور جمع المعلومات كل هذا هو هدف توثيقي الأفلام صارت فيه فيلمين هلأ طلعوا نعرضوا بالأمسية في استكمال لهذا الموضوع وأهم نقطة نحن يمكن ما قلناها أنه كمان بدنا نشكر آل الوادي اللي هن الأبناء السرماد الأستاذة همسة الأستاذة ديالة اللي تساعدوا معنا وأمنوا أيضا على الأقل بجهودنا ويمكن ما قلنا ما بعرف أو إذا قلنا أنه همسة الوادي وزوجة أجوا من فنلندا لإحياء هذه الأمسية والمشاركة فيها تخيلي فتخيلي أن هذا الموضوع كان فيه وجدان بس بنفس الوقت كما قالت لك لم نكتفي بمربع أن نكون فقط في مربع العاطفة في مربع فقط الوجدانيات انتقلنا مباشرة إلى حيز التنفيذ وأنتجنا بعض الوسائق مانا بمستوى الطموح أن تكون لكن على الأقل أنا اليوم سعيد جدا أن أي شخص بيقدر يدخل على جوجل أنا كنا عن هاي محروم منها سكتب سنتي الوادي رح يلاقي مواد جيدة جدا مكتوبة عنها بالعكس وأنتو يعطيكم العافية لأنه شركاء مثل ما قلت لك هون هذا أنا ما بدي طيل بس هذا لما بيكون الفعل الهادف مانو مجاني مدروس بكامل تفاصيله يعني لما بتجي على حفل بتلاقي أطفال اليوم بتلاقي اليوم شباب خريجي على وشك يتخرجوا من المعهد العالي بتلاقي محترفين بتلاقي العائلة أيضا عم تشارك حتى النخب اللي حضرت مبارح النخب بمعنى المهتمة بالموسيقى وحتى المتذوقين الموسيقى اللي حضروا مبارح لاحظوا أن هناك فرق وكتير شعروا معنا بحزن إنه حرام أي شخصية ما تبقى بظل نعم يمكن الأحلى أنه هذا الوفاء من الطلاب اللي كانوا لطبعا سينتيا وفعلا خلدوا ذكر حدا عمل بصمي بحياتهم إن كانوا شخصية وإن كانوا المهنية نحن بنا نشكركم كتير على وجودكم معنا ونشكركم كمان على تقديم يمكن هالأمسي الموسيقية اللي كانت درس لكل الطلاب والفئات العمرية مثل ما حكينا اللي كانت متواجدة شكرا لوجودكم معنا شكرا لكم 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 شكرا لكم